استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اليوم وبحضور سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة وسعادة السيد فاكيف قاراييف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين السيد جورجي بولتافيشينكو محافظ مدينة سانت بترسبيرك الروسية والذي يزور مملكة البحرين على سوفد رفيع المستوى يضم مختلف القطاعات الحكومية وممثلين عن الشركات والمؤسسات الخاصة وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بمحافظ سانت بترسبيرك والوفد المرافق منوها إلى همية التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين خصوصا وأن هذه الزيارة تأتي في عقاب الزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا إلى روسيا الاتحادية في فبراير الماضي والتي أسهمت في فتح أفاق جديدة في إطار علاقات الصداقة والتعاون الوطيد القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وأطلع معالي الوزير المحافظ والوفد المرافق على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام وتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين باعتبار أن الأمن والاستقرار يمثل ركيزة الأساسية لخلق بيئة آملة للاستثمارات والمشروعات الاقتصادية بما يساهم في فتح مزيد من أفاق التعاون مشيرا معالي إلى أن مملكة البحرين ماضية نحو مستقبل مشرق وآمن تنعم به كافة أطياف المجتمع وذلك في إطار العمل المستمر على تبني نهج الإصلاح والعدالة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين انطلاقا من مبادئ المشروع الإصلاح لجلالة الملك المفدى وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة وبحث مجالات التعاون والتنسيق بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك